الولايات المتحدة تقطع خطوات متقدمة في تعزيز تعاونها مع تايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين ومع أن واشنطن لا تقيم علاقات مع تايبي كحال معظم دول العالم إلا أن علاقاتهم الأمنية والدبرماسية على مستوى عال وفد من وزارة الدفاع الأمريكية يزور تايبي في مقابل استقبال واشنطن لمسؤولين تايوانيين فقد وصل إلى العاصمة التايوانية كبير المسؤولين عمل في الصين في البنتاجون مايكل تشيس والذي يشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع وهو أول مسؤول بهذه الرتبة يزور تايوان منذ نحو أربع سنوات وأكد متحدث باسم البنتاجون أن دعم تايوان والعلاقات الدفاعية معها ما زالت قوية ضد التهديد الحالي وهو ما قابله تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده تقف بشدة ضد العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وفي واشنطن أفادت وسائل إعلام أن البيت الأبيض سيستقبل وزير خارجية تايوان ومستشارها للأمن القومي ليلتقي نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ونائبة وزير الخارجية في جلسة مباحثات خاصة تفاديا لغضب الصين في العاصمة التايوانية وعلى وقع احتجاجات محدودة وصل وفد صيني هو الأول من نوعه منذ 2019 ويتكون الوفد من ستة مسؤولين وتلقى دعوة لحضور مهرجان ثقافي هذه الزيارة وإن بدت لافتة إلا أنها قد لا تسهم في نزع فتيل الأزمة الناجمة عن الطموحات الاستقلالية لتايوان مدعومة من الولايات المتحدة التي تحاول في الوقت ذاته تجنب الصدام مع الصين ترجمة نانسي قنقر